2020 من الأعوام الصعبة اللي اكتازت فيها البشرية وإحنا هنا في مصر منطقتنا العربية كان بيمثل تحدي كبير لنا هذه الجائحة التي أصابت كسرين وأخذت بعض ممن نحب ولكننا ونحن نقترب من نهاية العام نصرخ إلى الله إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك لهذا رأينا كطائفة إنجلية في مصر أن ترفع كل كنائسنا صلاة وصوم في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة قوة تغيرنا لنفهم إرادة الله ومشيئته وقوة أيضا تساعدنا أن ندرك أن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن نحن نصلي بإيمان أن الله يتدخل أن الله يستطيع أن يقوم بالأمر المناسب في الوقت المناسب هذا هو رجاؤنا والصوم امتناع نحن نمتنع عن الأكل وكل أشكال الخطيئة في رجاء أنه بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا